أنا بحكي بس أنا شارع مكة وبس مجمعات تجارية انسوا المطاعم وكفي شبات والبيوت المهم الرقم تقريبا سكر 6 مليون دينار من شارع واحد بس طيب شو الخدمات المقدمة من أمانة عمان لهذه المجمعات التجارية ولا أي شي يتكر السلام عليكم أمانة عمان وما أدراكه ما قصة أمانة عمان لغز وقصة صعب حدا يفعل وهاي الحلقة والله يا جماعة مش موجهها لشخص معين أو مسؤول معين في الأمانة لكن في تساؤلات كثيرة وهذه التساؤلات تبحث عن إجابات لكن عبث أنك تلاقي أجوبة لهذه التساؤلات وحتى أكون منصف في خدمات جيدة نوع عمان وتقوم فيها أمانة عمان منهم النظافة والنفيات وغيرها لكن إحنا تعودنا نجامل حتى لو على حسابنا يا أخوان حجم الجباية اللي تجبهها أمانة عمان السنوية رقم خيالي مقابل خدمات اللي بتقدمها لسكان العاصمة يعني بالصدفة أنا كنت عند إدارة مجمع تجاري في شارع مكة وبقول مدير المجمع أنه بدفع بالسنة لأمانة عمان تقريبا مئة ألف دينار مشان يقدر يجدد رخصة المهن وإذن الأشغال للمجمع استوقفني المبلغ وسألتوا ليش تدفعوا لأمانة عمان هذا المبلغ الكبير سنويا على مجمع تجاري يعني ماذا تقدم الأمانة خدمات مقابل هذا المبلغ الكبير حكا لي ولا أي نوع من أنواع الخدمات بالمطلق حتى باب المجمع لازم إدارة المجمع تعين عامل نفايات مشان ينظف وإلمي النفايات من أمام باب المجمع وتزعلوش باب المجمع ما في مصفات مشان تنزع المجمع بدك تزور لك شركة بدك تدفع خاول الفليت والشرع الرئيسي على باب المجمع عمطبش وفيه خمس ست حفر من الحفر المحترمة تعرفوا طلعت من عنده ومشيت بالسيارة ولفيت من عند جسر مجمع جبر باتجاه دوار الكيلو مرة ثانية وانزلت وعدت المجمعات اللي على اليمين وعالشمال ورغم أنها مجمعات أكبر من مجمع التجاري اللي أنا كنت فيه اللي أنا حكيت عنه قبل شوي وبحسبة بسيطة طلعت أمانة عمان بتأخذ من ربع شارع مكة تقريبا مليون وميتين ألف دينار وكملت وأخذت الشارع من أول إلى آخر أنا بحكي بس على شارع مكة وبس المجمعات التجارية انسوا المطاعم ولكفشبات والبيوت المهم الرقم تقريبا سكر ست مليون دينار من شارع واحد بس طيب شو الخدمات المقدمة من أمانة عمان لهذه المجمعات التجارية ولا أي شيء يذكر حتى الشارع الرئيسي مش مزبوط وكأنك بملاهي مش بشارع بنص العاصمة طيب خلينا نيجي على الشوارع الفرعية اللي خلف شارع مكة عاليمين وعاليسار طبعا أنتوا فاهمين أنه طالين إحنا الآن من موسم مطري وحجم الحفر اللي بالشوارع الفرعية بندخل فيها بندخل فيها موسوعة جنس للأرقام القياسية يعني إذا حبيت تشرب كاسة قهوة وما كنت منتبه ومركز على الحفرة عادي جدا تنكب عليك وتنحرق وترجع البيت تغير طبعا الشوارع الفرعية لأمانة عمان سوءها والحفرة اللي فيها صارت بالنسبة لأنها ثقافة لابد منها يعني حتى بطلنا نذمر من سوء هاي الشوارع لأنه حتى جزء لا بأس به من الشوارع الرئيسية فيها من المشاكل ما فيها طيب خلينا نروح لقصة ثانية في عمان والأمانة تعجز عن حلها أي واحد فينا يا أخوان عنده مشوارين ثلاث باليوم بده يروح فيه يلف فيهم بعمان ولدو ينزل هون ولا هون يوميا أمامه خيارين يا رح يتخالف ثلاث مرات من شرط السير يا بده يدفع خاوة للفليت أربع خمس دنانير مشان يصف سيارته عشان ما يتبهدل طيب تعرفوا يا أخوان أنه فيه صندوق بأمانة عمان اسمه صندوق المصفات وهذا بعام 2005 كان فيه أكثر من 15 مليون دينار وهذا الصندوق بدفع فيه مجمعات التجارية اللي ما قدرت تأمن أو تعمل مصفات كافية مجمعاتها كم صار فيه الآن الصندوق وإحنا بعام 2023 وإذا ما فيه فلوس وين راحت الفلوس ومدام أنه أنتو بتتفننوا في الجباية وفي صندوق وفي صندوق للمصفات ليش ما تعملوا مصفات مجانية للناس مين مين فيكو فكر يأخذ أولاده على حديقة عامة يا أخوان داخل حدود أمانة عمان طبعا فكونا من أكمن حديقة ما بتجاوز عددها أصابع لإيد الوحدة المفروض أمانة عمان مهتمة فيها فرجوني حديقة عامة وحدة تأخذ ولادك فيها وما بتدفع مصاري ليش ما بتعرف يعني حديقة عامة كل العالم المتقدم والمتخلف بعمل حدائق عامة للناس ببلاش إلا عندنا في الأردن بدك تدفع وفيش مستوى حدائق كل الحدائق بتروح عليها إشي سيء بسم البدن وبعضها المشكلة أنه بيحمل أسماء أمراء وأميرات أو معظمها يا جماعة لا تحترموا المواطن على الأقل احترموا أسماء الأمراء والأميرات اللي بتحمل أسماءهم الصحيح خدمات أمانة عمان بيمة جبلها لا ترتقي لدولة عمرها السياسي تعدى المئة عام السلام عليكم اشتركوا في القناة